طيب طبعا هنا بتكلم على فكرة الشاسيه والشاسيه مهم جدا هنا واخد سيكشن هو شايل لك جسم السيارة وموري لك البطاريات ركبة فين تمام عشان تبقى عارف هل البطاريات مالية لتحت الحد دوره الموتور موجود فين الكنترولر موجود فين لازم تاخد سيكشن او تاخد مقاطع فيه السيارة او تعرف فين البطارية يعني فيه ناس يقول لك البطارية مثلا هنا قادة دي ده الجزء الامام بتاع السيارة يبقى هي جاية بص سايب اول حتة كده ومش بدقة من هنا لأ بدقة من هنا مثلا البطاريات لحد الحتة دي كده دي مجموعة البطاريات دي بيسموها لازم تحفظ بقى خلاص قلناها ميت مرة يعني المجموعة دي اللي متعلم عليها بالأصفر هنا اللي هي البطاري باك حزمة البطاريات اللي هي بالشكل ده الحزمة دي بتشمل ايه بتشمل البطاريات وتبريد البطاريات ونظام التحكم في البطاريات او الباتاري مانيجمينت سيستيم يعني هتلاقي مسلا ممكن الجزء الاصفر ده تمام او الجزء الاحمر اللي ورد اللي عليه تبريد هو النظام بتاع الباتاري مانيجمينت سيستيم مع كده كل اللي تحتنا موديولز موديولز مجموعة من الموديول طب ايه الموديول ده هو هادي كلمة مديول كل شوية فالباتري مانجمينت سيستم جانكشن بوكس وهنا طبعا بيجي شايف الطرفين دول هم دول اللي بعشقوا في السيارة مع الكنترولر اللي كان في الصفحة اللي فاتت دي اللي هو ده او الانفيرتر ياخده من ياخد من الباتري باك يدخل على الانفيرتر والانفيرتر يدي للموتور كمام طبعا بيدخلهم طبعا على حاجة بيسموها قبل ما يدخل هنا بيعمل حاجة اسمها ان انا اقدر افصل كل الحزمة عن السيارة عشان اعمل عمليات حماية طبعا السيارة النسان ليف عشان لما تروح بقى حد يصين لك البطاريات او يحصل عندك مشكلة في الصيانة تبدأ تحلها تعمل ايه هتطلع الباكتش ده كله او هو هيبقى راكب فيش مشاكل تروح تبدأ تشوف الموديول زي ما قولنا طب السيارة دي فيها كام فيها تمانية واربعين موديول الموديول ده بكت جواه مجموعة بطاريات تمام اللي هي السيل فهنا الموديول الواحد في مية اتنين وتسعين خلية تمام كي مية اتنين وتسعين سيل طبعا الاربع سيل في الموديول يعني الموديول واحد عفوا فيه اربع اربع خلايا واربع في تمانية واربعين هادي لك تمام مية اتنين وتسعين سيل بير فيكل يعني العربية دي فيها مية اتنين وتسعين خلية ليسيوم آيون باتري تمام في السيارة كلها هي عبارة عن مجموعة بطاريات السيل الواحدة او البطارية الواحدة هنركبهم مع بعض اربعة هيبقى اسمهم موديول بعد كده مجموعة موديولات هنركبهم في باكت جواهده هنسميهم باتري باك او حزمة البطارية طبعا هيبدأ يدخل بقى في التفصيل هي كل خلية كام طب و لما جمعناهم بيقوا الموديول كام طب و لما جمعنا الموديول بيقوا كلهم كام خلية في السيارة فهو بيقول لك والله هادي السيل زي شريحة البطارية النوكيا لو انت فاكر شباهها كده بالظبط حط اربعة منها بيقوا موديول حطهم في علبة واحدة عشان يقدر يحط عليهم كنترولر انبير وجهده تيار ويقدر يبص عليهم هم الباكت جديد وبعد كده راح مركب الموديولز دي تمام او موديولز او ما احطوط لها كفر عشان يغطي بس البطاريات فهو بيقول لك السيل بتاعي لامينيت الطيب يعني التكنولوجي بتاعة الليسيوم آيون باتري تمام لامينيت الطيب طب الكباستي كام بتاعة الواحدة السلاء الواحدة تلاتة وتلاتين امبير اور لو انت لو انت ملاحظ ان الباتري باكت كانت كام كلها بدي تشيد ها هي ها هي هاد البطاريات كانت تمانية واربعين كيلو وات اور انا عايز احصل على تمانية واربعين الف وات اور انا عندي تمانية واربعين الف دول الواحدة منهم تلاتة وتلاتين تمام يبقى الكباستي تلاتة وتلاتين امبير اور او وات اور زي ما احنا قلنا الباور هي التيار فيش مشاكل كاريشيو وبقى كده الكاسود اللي هو البطارية ليها موجب ليها موجب وليها سالب انود وكاسود تمام احنا قلنا معظم الانود اللي هو السالب ده من الجرافت من مين من الرصاص تمام والموجب ده هو اللي بيأثر عندي اللامينيتد كلمة لامينيتد واخد منها اللي ام او دي تمام بيز اللامينيتد اللي هو المصنوع منه نوع الليسيوم تمام وقا بالموديول كونسيست اوف سيل نمبر بيحتاج الموديول ده جواك هام خاليها قولنا اربع خلايا متوصلين ازاي متوصلين اتنين توالي واتنين توازي اتنين برالي توازي واتنين توالي يعني دلوقتي لو عندي بطارية وادي بطارية تاني رح تموصل البداية بالبداية والنهاية بالنهاية كده وصلت الاتنين دول ايه على التوازي ورح تبع كده واخد اتنين تاني اهو موصلهم كده لحمهم فيهم فانا هيعتبر موصل اللي اتنين دول توازي والتنين دول توازي والمجموعة دي كلها مع بعض توالي. وهو اثنين توالي واثنين توازن. مجموعتين مجموعتين. طيب. الحزمة تحتوي على تمانية واربعين موديور. بقى حضرتهم تمانية واربعين. تمانية واربعين على التوالي. سيرس بيسموهم. بالتالي هيديني الانرجي تمانية واربع وعشرين كيلوات. اربعة وعشرين طبعا المكسيمم باور غير المكسيمم انرجي. لان احنا قلنا الانرجي حد فاكر الانرجي تساوي ايه? ال اي بتساوي. ال اي بتساوي ال بي في ال تي. اللي هي ال باور في الزمن. ال باور في الزمن. تمام? هو جائب هنا ال باور على الانرجي ريشو. طبعا هو اسم الريشو دي نخليها اربعة في المية. لان ال اي بتساوي ال بي في ال تي. تمام? هندخل طبعا في الحسابات ونفصل الارقام دي واحدة واحدة شوية كده بس. طيب ما احنا عرفنا عرفنا السيارة اللي نسال ليه ومواصفاتها. بعد كده دخلنا على الموتور والمتحكم في الموتور اللي هو الانفيرتر. بعد كده عرفنا للبطاريات وعرفنا كم بطارية والبطارية كونت موديول والموديول كون باتريباك للحزمة.